ورجعنا لحضراتكم بعشان نخش في الأخبار على طول والنهاردة متابعة بأسة فريقنا في الجزائر الفريق الأول لكرة القناة بالنادي الأهلي يقود مرانو الوحيد بالجزائر في السابع مساء اليوم الخميس على ستاة 5 جوليا استعدادا لمباراة شباب بولوزداد المقرر لها التاسع مساء غدا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدور أبطال أفريقيا هيقود الفريق مرانو الوحيد والختامي على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى طبعا وفقا للقواعد المتبعة في البطولة بدأ الأهلي برنامجه النهاردة في الحادية عشر صباحا بتناول اللعبين وجبة الإفطار وحدد الجهاز الفني الثالثة عصرا لوجبة الغداء ثم تحرك الفريق في السادسة والربع إلى ملعب 5 جوليا إليه خود المران الذي يقام في السابع مساء على أن يتناول اللعبون وجبة العشاء في التاسع والنصف عقب العودة من المران هيواجه الأهلي شباب بلزداد الجزائري في التاسع مساء غد بتوقيت القاهرة اتمنى بتوقيت الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور أفطال أفريقيا تصدر طبعا الأهلي قمة المجموع الرابعة بدور المجموعات برسيد خمس نقم بعد الفوز بثلاثية نظيفة على مدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى وبالتعادل واحد واحد في الجولة الثانية أمام ينج أفريكانز التنزاني قبل التعادل مع شباب بلزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة زي ما حدرتكم شفته لقاء مهم جدا لقاء لي أبعاد كتير قوي لقاء كمان بعد فترة توقف كبيرة ما فيش متشاط في الدوري وكان بطولة أفريقيا شغالة اللعيبة اللي راجع من المنتخبات لقاء لي أهمية خاصة جدا كمان عشان تفضل متصدر مجموعتك وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا لكن الأجواء في الجزائر وفي بلاد المغرب العرب عموما مختلفة عن الأجواء في مصر عندنا سواء على المستوى الجماهيري أو على مستوى الجو نفسه أو على مستوى كمان تفاصيل ملاعب المباراة والحاجات دي كلها مختلفة لأننا عارفين أن دول شمال أفريقيا لها طابع خاص جدا في المنشاط دي مستر مارسد كورر مش أول مرة يلعب في دول شمال أفريقيا بالعكس إحنا لعبنا أكتر من فرق من دول شمال أفريقيا سواء من الجزائر أو من المغرب أو من تونس لكن إحنا متصدرين مجموعتنا وعايزين نحافظ على ده الفرقة دخلت في أجواء كويسة جدا في الفترة اللي تم إعدادهم فيها سواء في الإمارات أو لما رجعوا في القاهرة كمان العناصر الجديدة اللي اضافت لفريق النادي الأهلي دخلت بشكل أو بآخر مع الفرقة وتأقلمت عودت كتير من النجوم اللي كانت يعني سواء كان مستوها لسه مرجعش لطبيعة أو اللي كانوا راجعين من الأبصابات كل الناس دي جاهزة لمباراة شباب بلوس شباب بلوس داد فرقة بالمناسبة فرقة لها طريقة لعب مميزة بيها لها شخصية لها هوية زي فرقة النجر الأهلي اللي لها شخصية ولها هوية ولها طبعا التاريخ بتاعها اللي بيطبع عليها في بطولات أفريقيا لكن القوة المباراة دي هي في إدارة المباراة فنيا من الجهاز الفني بتاعنا وإحنا كلنا نسيقه فيه طبعا الجهاز الفني متوفر لكل السبل للفوز اللعيبة كمان متوفر لها كل الإمكانيات طبيعة الماتش ده زي ما قلت لحضراتكم أجواءه وإن احنا بقلنا فترة ما بنلعبش لكن تم تجهزنا في مباراة ودية تلعبت شفنا مثلا عودة أنتوني مودست اللي هو يعني كان بقاله فترة في إصابات وبقاله فترة ما كانش جاهز لكن دلوقتي جاهز وبيهدف وتقريبا في كل اللقاءات الودية كان ليه أهداف يمكن هو الهداف في الشهر اللي احنا توقفنا ده هدف الفرقة هو أنتوني مودست في الماتشات الودية وفي البطولة الودية وكمان في ماتش السوبر أو في بطولة السوبر كان ليه دور كبير جدا فيها في حسم اللقب للنادي الأهلي بالتالي احنا دلوقتي مستعدين عندنا استعداداتنا الخاصة عندنا استعداداتنا اللي ليها طابع فني خاص جدا من مستر مارس الكرة ومن الجهاز الفني اللي بيعمل بطول الفترة اللي فاتت دي كلها على أنه يستعد بالفرقة لأنه يكون جاهز لمواجهة شباب بلوزداد